في رمضان الفات انا تعرضت لهجوم شديد وترياقة وقوميكس على الفيسبوك اعمل علي حفلات على السوشيال ميديا بسبق عمالي اللي الناس شايفة انها كتير ووصلت الترياقة لحاجات تشبه بايمو فؤاد نقصه عشان يبقى فنان شامل انه يقزن المغرب بايمو فؤاد هيروح الزمالك في انتعلات يناير حتى ابني كتب انا باشوف بايمو فؤاد اكتر باشوف ابوه وامي لطيف الولد الحياة ما دقيقتش منه عدت هالو هو كمان ما اتضايقش اللي ما اصحبت منه الموبايل والبلايستيشن وباعتهم قدامه انما اللي اثر فيها بجد وانا بحج السنة دي شفت واحدة ستة كبيرة وقفة بتدع ربنا وعلى وشها نور بسم الله ما شاء الله وشافتني وقالت لي خيبك انتهينا تمان ففكرت قولت عيد حساباتي انا فعلا عملت افلام سينما عملت مسلسلات عملت اعلانات وازاعة عملت مصرحيات بس انا بفكر اكتشفت ان انا معملتش برامج فاتتني ازاي دي فقررت اعمل برنامج سألوا لي هتسميه اي حاج قلت لهم كل اللي يجيبوا ربنا كويس سميه بيومي قريبا وحصريا على شاشة الدي ام سي بيومي فؤاد في اول برنامج بيومي افندي